الصديق المرحوم نجيب كان مرة بيكتب سيناريو في رواية غزل البنات غزل البنات دي رواية هو تقريباً اللي وضعها وكتب السيناريو بتاعها واللي كان بينتجها ويخرجها المرحوم الأخ أنور وجدي فطلبوني أني أشتغل دور في الرواية دي فجي أنور في يوم اتصل بي وقال لي تعالى للحقني قلت له وقال لي السيناريو نجيب تعبني جداً قلت له ليه قال لي نجيب أستاذ مسرح الحوار اللي هو بيكتبه مسرح مش سينما أنور حساس في النقطة دي قوي وأنا فاهم لتنين عارف لتنين ومثلت حكت قلت له قامه طبع لجيب لازم يكتب كده قال لي شوف لك طريقة أنا خايف أكلمه مش قادر أكلمه في الحكاية دي يعني باحترامي له وشخصيته الكبيرة دي هي منش قادر أكلمه رغمنا عن أنه هو المنتج والمخرج قلت له لأ ملكش دعم بس هتكتمعه وإمتى قول لي وأنا أجى طبع عليكو على غفلة كده من غير أن دحاني ما يعرف من غير ما يعرف أن حكاية متبضبة وفعلاً حصلت وجيت وقعدوا أروا 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 لي شوية وبعدين قلت قال لي إيه ده يا أخوانا لا حوار السينما ما يبقاش كده ده حوار السينما لما كتب حوار سينما زي مكتب تل غراف كل ما أقدر أحزف كلمة يكون أحسن فقال لأ اعملوا كده وبعدين قام نجيب قال لي الله ده صحيح والله قلت له ما هو آه ما أنت اللي بتكتبه ده حوار حوار حلو جداً وكلام يعني لما تحب تقعد تشيل منه تبقى مستخصر أنك تشيل الكلمات دي والجمل اللطيفة دي والأفكار الحلوة دي إنما لا ما يبقاش كده لا شوفوا لكم طريقة ما يصاحش كده أبداً بس أم جينا جيب قال لي لا بقى تعالى أنا معرفش في الحكاية دي تعالى أقعد معايا وأنا بكتب قلت له حاضر بقيت أقعد معا يمليني وقت بقول له لا بلاش الجملة دي لا أمنش فهم إيه نازل إيه لا نعمل إيه إن كتب السيناريو بهذا الشكل في أمان الله وتمثلت الرواية وعملت في الدور الشهير وعملت في الدور بتاع المرزوق أفندي ده يمكن من الأدوار اللي اللي براحت بيذكرها دايماً لأسيد عبدالبارس عبد ترجمة نانسي قنقر